ماشي راح روما لما راح روما المرجر بتاعه اكلمني وقال لي صبري يعني انت ممكن تبقى مدواجد معاه بشكل جوي جدا بس قال لي احنا ايه في الفترة الولانية دي هو ايه يشوف الوضع ازاي النظام ازاي و ايه ممكن تبقى ايه مدواجد بعد كده معاه لما راح روما في الفترة اولانية مشي بشكل جاب الجهاز بتاعه وانا من ضمن الناس ليه مفروض حضرتها في ايه مرشحة مرشحة معاه يعني مدواجد اه وحضرت ان انا اكون موجود معاه في حتة ان هي حتة التخصص بتاع ديه المهارات هاي لما ماشي راح روما بقى في الفترة الاولانية مشي بشكل مش مش كويس وهناك الفترة انت عارف روما دي برضو ايه لازم يبقى ايه يعني النادي الوحيد اللي لازم يبقى ايه شعبية كبيرة جدا يعني ورما دي نادي كبير طبعا في الفترة دي بقى ساعتها مورينيوم طلب ان هو عاي يجيبني ايه ان انا قرأ اروح في الجهاز بتاعه توتي بقى حصل بقى توتي بقى قال لا في الفترة دي مورينيوم ما طلبش من الاول يعني كان جيه في الفترة الاولانية ما نفعش يجي في الفترة ايه بتاعت الاولاد دي بتاعت ان في شهر اتناشر يبقى موجود معانا لأ كان لما من اول الموسم يبقى من ضمن الجهاز كان مفيش مشكلة يعني توتي هو اللي وقف فيها وقف الموضوع قال لا احنا نجيب واحد معاك لو انت محتاج حد نجيب حد من ايه هما في الفترة دي من اول موسم لو انت مكمل معانا متواجد معانا ممكن ايه بقى صبر يبقى ايه موجود معاك بس ما نفعش في الفترة دي انت جابه في حتة معينة في التخصص بتاع المهارات بتاع الحاجة التي كلها طب لا نجيب لك حد دلوقت في الفترة دي بداية الموسم يجيب لو عايز حد صبر يبقى متواجد معاك يبقى ايه ماشي بس لو موريني ايه كامل بس انت عندك لسه عندك الامل عند الامل طبعا عشان كده توتي يعني فوقي في الموضوع ده وبعدين مورينيو ماشي بشكل مش كويس في الفترة دي اللي فاتت عشان كده يعني على طول على يعني على كنتاجت معاه يهي وانت بقى حاجة كويسة يعني لو رحت مع مورينيو و‌ا�ُنت فكرت ان انت عايزي تشتلل مع جوزي مورينيو ولا فكرت تحتار في التدريب في أوروبا بس دي فكرة عظيمة بالمرة ما مفكرش فيهم دربين مصريين چتير يقولة خاليني هنا و اصد الناس الي عرفوا مصاحبنا و حبايبنا و ما لاش موضوع أوروبا ده إيه اللي خلاك تفكر في قصة الفوارع؟ لأ أنا أنا أصلا الدربات من نتحد مورينيو ولشغل مورينيو حاجة مختلفة جداً مملددرب كبير مملدرب عظيم وبعد هان أنا كنت بكتب الدربات بتاعته بشكل كوي جداً يعني أنا مالنوعية أن أنا أي مدرب تدمرم معا أي الددريب بكتبه بكتب يعني أنهي اليوم افتقي من الددريب هو بيعمل أي curriculum Nots التمرين عبارة عن أيه نحب حاجت عن دي عشان كدا لما أنا مورينيو لاً لني مدربين أني أنا أحب أني وأنا لازم أكون متوجد معي بشكل قوي جداً بأنه cafeterبقية عشان التجاهدي كانت في أطل التجاهدي للتدريب يبني أني هتعلم أن الشخص حتى بشكل قوي جداً تعلم من جزير مورين إاء بس عشان كده أنا كنت نفسك معي موجود معي بشكل قوي اني أنا أشوف الآه التعامل إزاي؟ بالنواحد هتدريبية أنا شفته لما أنا كلت لعب شفت أوقت التعامل إزاي باتعمّل معي أن هو أنا مع لعب هو مدرب بتاعتي بس أنا كنت عايز بقى إيه في الفترة أكتر كمان ومعايب إيه الطريقة والتدريب معاه نعم ومدرب بقى جنبه في الجهاز بشكل كوي جدا بس إن شاء الله يعني فيه إن شاء الله بفيه تواصل برضه